السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الاثنين خمسة عاش كانون الثاني يناير القمر اليوم موجود في برج الحوت القمر بما انه موجود في برج الحوت لغاية صباح يوم الثلاثاء ستعاش واحد يعني لغاية الساعة اربعة وثمانية واربعين دقيقة صباحا فاذا التأثيرات رح تكون جميلة جدا خلال هذا اليوم بما انه ايضا ما فيه قلو مسار القمر الان موجود في منزلة المؤخر وهي منزل الى الربح والعلاج والاتلاف والتفريق والضرر ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة سبعة وسبعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الرشا وهي منزل للعلاج والربح والسلام والصلاح والقمر بما انه موجود في برج الحوت معناته بيلعب الجانب الروحي في حياتنا دور مهيمن في هذا الوقت منشعر بعدم القدرة على التركيز على موضوع معين منشكو ومنكشف عن مشاكلنا للاخرين ومنجد صعوبة في اتخاذ القرارات البعض ممكن يتهرب من المسئولية او من المواجهة والالتزام في بعض الامور كثير من الخاسرين والفاشلين ممكن يعانوا من مشاكل في الحب ويديروا ظهورهم ويضرفوا الدموع بالاضافة لذلك بيتغيب عدد كبير من العمال عن العمل بسبب المرض او التهرب من العمل وبسبب الملل او الاحباط او عدم الرغبة في العمل في هذا الوقت ممكن بعض الاشخاص يبدأوا علاقها غرامية او علاقة حبة جديدة يمكن التأمل والصلاة والمشاركة في الاعمال الفنية مثل الشعر والرسم والتصوير وما الى ذلك وزيارة المرضى وشراء كاميرا او معدات فنية او البدء بعمل فني بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تسديس ايجابية بين القمر وبين اورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة 10 و 46 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ابتمنحنا افكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما الاخ يعني الاخ الامور اللي تتعلق بهذا المجال والميل لكل ما هو مدهش وغريب ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منه ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة 12 و 47 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش اكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية اذ بيتجهل التنفيس من خلال صرف النقود باسراف دون حساب بتزيد من ضعفنا وميلنا للفوضى والتقلب وبتكون عنا رغبات ممكن تأدي فينا لخيبات امل عاطفية حاولوا انكوا تراقبوا كلامكم وتصرفاتكم لانه ممكن تئذوا فيها الاخرين دون ان تشعروا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس ايجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة 8 و 46 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا من اتلقى المساند والدعم من الاصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ايجابية بين القمر وبين نيبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة 9 و دقيقتين مساء بتوقيت جرينيتش بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليفا واكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وهذا الوقت بصير مناسب للراحة بتزيد من حساسيتنا رومانسيتنا بتمنحنا كفاءات للأعمال اللي تتعلق بالمسرح وايضا بتعزز من روحانيتنا بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم اللي لازم نوفر لها العناية الاضافية عنا القدمان اصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية الاندروفين اللي هو الهرمون المسكن للألام والميلاتونين اللي هو الهرمون المساعد على النوم هما دولا الأعضاء الأكثر حساسية واللي ما لازم نعمل أشياء علاجية كبرى لعلها ولكن مراجعة طبية فحصات أخذ علاج ما فيه أي مشكلة بالنسبة لهذا اليوم طبعا ما فيه أي مشاكل لا يجرى أي عملية جراحية للأعضاء الأخرى من الجسم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بما أن القمر موجود في برج الحوت خلو المسار القادم بيكون يوم الثلاثاء 16-1 بيبدأ في تمام ساعة 4 و 32 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ورح يستمر لغاية الساعة 4 و 48 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج لا يستقر القمر بعدها في برج الحمل بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره أي 4 أيام في تمام ساعة 7 و 38 دقيقة صباحا بصير 5 أيام نسبة الإضاءة 25% بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجديد حتى يوم 21 سعيد الآن بنسبة 60% ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 70% القمر في الحوت حتى يوم 16-1 منتحس الآن بنسبة 40% في ساعات المساء منتحس بنسبة 75% عطارد في الجديد حتى يوم 5-2 منتحس بنسبة 10% الزهرة في القوس حتى يوم 23-1 منتحس بنسبة 10% المريخ في الجديد حتى يوم 13-2 سعيد بنسبة 60% المشتري في الثورة بمعنى رح يظل لغاية يوم 25-5 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 10% وبلوت نيبتون في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوته في الجديد حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بسيطر التعب عليكم لأنه القمر موجود في بيت المتاعب يعني حاولوا قدر الإمكان أنه تضبطوا عصابكم واللي بيشعر بإعراض غير اعتيادية يتوجه للفحص والعلاج حاولوا أنك تأخذوا قصد كافي من الراحة ممكن تحظى بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة وتتجاوز مخاوف ما إلها أي أساس أهميش أنك ما تبادر بأي قرار مهم اليوم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة علاقات الصداقة بتكون جيدة وبسودها التقدير والثقة المتبادلة وبرضو اليوم يعني ممكن تلتقي أو تتلقى اتصال من أحد الأصدقاء القدامى أو أحد المعارف يدعمك في مسألة ما برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبإمكانك تعزيز العلاقة مع المسؤولين ممكن تحظى بالشعبية وتكون كل أعمالك سهلة وميسرة وممكن تحقق نجاح شخصي خلال هذا اليوم إلا إذا خالفت القوانين أو تصرفت بتصرفات شوهت فيها سمعتك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان هذا اليوم ممتاز جدا على مستوى الاتصالات البعيدة أو اتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو التعامل مع الأجانب برضو جيد للامتحانات وتعزيز العلاقة مع الأحبة ولكن بتكونوا أكثر صبرا ووعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن بتشعروا بقوة العاطفة عندكم أحلام اليوم بالسفر أو القيام بمشاريع كبيرة فهذا يوم مميز جدا لازم استغلاله برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد اليوم بتنشغلوا في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى ثم نفقات متصاعدة بيزيد اهتمامكم اليوم بالأشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية بعضكم ممكن يرتب بعض الأمور المالية المشتركة زي بنك ضريبة تأمين أو ميراث أو يطالب بحقوق لا إله برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتتركز جهودكم حول تعزيز شراكاتكم والأجواء مشجعة جدا اليوم على المصالحة مراجعة قرار سابق أو الاتفاق ما بينك وبين شركاكم بالعمل أو العاطفة أو ما بين الأزواج ويعتبر هذا اليوم مناسب لا إتمام خطبة أو زفاف أو توقيع عقد علاقتك الزوجية أو العائلية أو مع الشركاء بيسودها نوع من أنواع الإنسجام والتوافق ولكن حاول إنك ما تعصب برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم تركيز على العمل وعلى الصحة فعشان هيك اليوم العمل بيتراكب عندكم كثير من موليد برج الميزان ممكن يضطروا للعمل وقت إضافي وبتكن تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم نظموا وجباتكم الغذائية خذوا قصد كافي من الراحة ممكن تجدوا سهولة في تطبيق أعمالكم الروتينية أو المنزلية ولكن حاول إنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة قبل ما تنتقل لعمل آخر برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بتجتازوا بصورة عامي فترة إيجابية معاطفية فيها كثير من الحضوظ وبتشعروا بقوة الحظ عاطفيا ماليا وبوسعكم اليوم تعزيز العلاقة مع الأحبة أو مع الأبناء هاي فترة فيها كثير من الحضوظ وبتقوي علاقاتك العاطفية وبتعرف فترة من البهجة ممكن تمارس هواية أو تهتم بنفسك أو تهتم بنوع من أنواع التجميل برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا التركيز رح يكون على البيت وعلى العائلة اليوم فبينصب اهتمامكم حول إدخال تعديل على مسكنكم أو الاهتمام بأمور تتعلق بالبستنة أو ديكور أو تصلحات ترميمات وبتجد تعاون من أفراد العائلة ممكن اليوم يكون فيه نوع من أنواع الراحة والبهجة العائلية أو مناسبة أو حدث معين ولكن البعض ممكن يكون فيه بعض النزاعات والخلافات فأهم شيء أنك ما تتهرب من مسؤولياتك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات الحوارات النقاشات الامتحانات المقابلات ولكن بتكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة بين المدن علاقاتك اليومي وتنقلاتك بتكون ممتعة وبتستفيد من علاقاتك مع محيطك عندك قدرة على الإقناع عالي جدا وأيضا اللي بيشتغلوا في مجال التسويق رح يبدعوا واللي بيشتغلوا برضو بمجال الإلكترونيات والسيارات برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بينصب اهتمامكم حول الأمور المالية اليوم بيفتح لكم مجال لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات نوع من أنواع الدعم ولكن بتكونوا تحذروا من النفقات المتصاعدة فاليوم برضو رح تلاحظ أنه فيه سهولة في إتمام بعض الأعمال اليومية أو في الحصول على بعض الأموال أو الأرباح أو ترتيب بعض الدفعات المالية ولكن الوقت لا يصلح للمغامرات المالية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا ثقاتكم بأنفسكم كبيرة اليوم أنتوا أكثر نشاط وحيوية من قبل بوسعكم السيطرة على زمام الأمور والدفع بمصالحكم موقن تقضي اليوم فترة من الهدوء والسكينة والطمأنينة على المستوى النفسي اليوم أيضا راح تكون ملفت للانتباه على المستوى العاطفي أو مع لقاءك مع أحبائك هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر